بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم عن أبيه الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبق أبو ساجد عن نبي اليوم تلك موصفة جديدة وهي وصفة حلوة المحقن أو حلوة لنبوت يعني احنا في الشرق الجزائري أو بعنابة خاصة لنبوت هو المحقن كانوا ناس بكري ناس زمام كانت هذه حلوة تقليدية كانت أمهاتنا واجدادنا كانوا يخدموا إلا حلوة اللنبوت أو حلوة المحقن هذه تجي روعة روعة يعني في الأعياد كانت هذه الحلوة هي الأولى هي وحلوة الكعك إذن نحيبائي في أي وصفة فيها مقادير فيها كيف التحضير رح نشوفوا مرضانا كيف التحضير ومقادير رح نشوفوا يالله رح نشوفوا يالله رحوا إذن ما تنسوش الأعجاب فقط يعني ما تدخلونيش بالأعجاب نروحوا للمقاديرتنا هنا في طاوية العمل عندي كما كم تشوفوا عندي نصف كاس نشاء عندي كاس زيت سياحة الكاس 220 مليلتر عندي كاس الأربع سكر وعندي هنا ثلاثة بيضات عندي ثارينة فلا ستشوفوا جدا عندي ملعقة صغيرة تا فانيلا عندي كيس خميرة وعندي رشة ملح إذن هنا في الريسبيون نكسر البيض نحط البيض اللولى نضيف البيض الثانية ونضيف البيض الثالث نضيف رشة الملح ونضيف الصكر نضيف الباتير ونخلط هذه المكونات مع بعض حتى تصبح بيضة ناصعة وتولي كريمي بعد ذلك نضيف بعض المكونات اللي رح تشوفوهم بعد قالية نضرب مليح من الباتير حوالي 3 لقائق يعني عقد ما تطوله في الباتير عقد ما الحلوة تخفيفها وذلك السكر يدوب تماما يدوب تماما كما رحكم تشوفو هنا هنا الخليط تصبح كريمي أبيض مناصعة شوفو نحبس الضرب ونجيب هنا ملعقة صغيرة فانيلا عقد ونعاود نضرب يعني ندخل هذه الفانيلا في المكونات الأخرى ثم نضيف الزيت تدريجي نضيف الزيت ونصب تدريجي نضرب ونضرب يعني يد تصب الزيت ويد تضرب هذا الخليط نضيف نضيف الزيت كما قلت يعني بشوية ونكمل كمية الأخيرة هكذا هكذا نضرب أول دقيقة حتى تتمكن كل مكونات مع بعض ثم نضيف بعد ذلك نصف كاس من النشا النشا هنا سيعطي الحلوة تكون خفيفة وتكون هشة نضيف نجيب الغرب ونغرب النشا ونضيف يعني أنا قد غرب فقط يعني ونعاود نحرك بلما نشعل البطير بلما تنطر عليها ونعاود نضرب ضرب ملا خفيفة بالبطير ومهات نتازمان يعني كانوا يعمل الحلوة لا بطير لا يعني كانوا يديهم فقط يعني يدويا اضفت زج كسان فارينة ونضيف لها كيس خامير 12 غرامات ونغرب هذه الفارينة كما نعرف كل الفارينة دائما نغرب لها لأن فيها حبيبات ودائما هذه الحبيبات تعمل عائق في العجينة لنغرب لها ونحرك جيدا كما رأي هنا حتى تختفي الحبيبات كاملة والفارينة كاملة تختفي وتصبح عجينة فقط ثم نضيف بتدريج الفارينة أنا دائما كاس الأخير نصبه بتدريج نجيب صفايا مرة أخرى ونضع كاس كامل هنا أصبع لنا 3 كاس فارينة نغرب لها كاملة هنا نحو سباتيل ونخدم مبيد لكي نتحس العجينة تكون طريقة ونحتاج العجينة تكون طريقة تلسق لا تكون قاسحة ولا تكون جارية تكون طريقة تلسق حيث لكي نضع المحق بكل سهولة نخلط جيدا العجينة وندخل الفارينة حيث كما ترى هنا يد هذه لفها العجينة ونستطيع تعرف العجينة إذا كان ترى أم لا لأن خدمنا بها يجب يدنا شايحة لكي نعرف العجينة نضيف هنا ربع كاس آخر ونعاود ندخل الفارينة في العجينة قلت يعني لازم نغس ونرجع لكي نعرف العجينة إذا كانت قاومها مليح أم لا نكمل العملية هذه ونحاول للم عجينتنا العملية سهلة جدا جدا شوفوا هنا العجينة رسقها في يدي لا نستطيع نتحس بالعجينة تكون يدي أخر شايحة نعرف هنا تكون عجينة ما شاء الله عجينة نحن عجينة من يدي شوفوا هنا لا نستطيع أن نتحس به نغس يدي هنا ونرجع هنا بعد عجينة شوفوا ونعرف عجينة بالرأي تتلاسخ هذا يعني قوام العجينة شوفوا ترى ما شاء الله نحط ها هنا في الرسيبيان ونحض لدوية لدي محقن أو لدي لدي لدوية هذه كذلك يجبني ما شاء الله نحض بكمية العجينة ونضغط ونضغط حتى نتحصل على عمود يعني هكذا تكون طويلة ونكمل نجيب ونقص ونقص عجينة أو سكينة ونقص حصلنا على حلوة المحقن رائعة نحطها في البلاتي يكون البلاتي رشده بشكل فارنا فقط يعني اللي عنده ورقة طهي يحط ورقة الطهي ولي عنده ورقة الطهي يرش البلاتي أو سينية بفارنا فقط هنا أشوف نلويها هكذا ندورها ونحط ها في البلاء نعاود نكمل مع بعضنا حبة حبة أخرين قلت هذه الحلوة هي تأجدادنا وتأمهاتنا أنا والله كانت أمي رب حمها الله كانت تعمل هذا الحلوة وكانت بدون مقادير يعني بعينها ميزانها تحط البيت تحط السكر تقول كاس فارينة تقول كاس سكر عينها هي كل عمرهم والدينا أو أجدادنا كانوا يجيبوا ميكيال عمرهم كانوا عينهم ميزانهم وكانوا يعملوا حلوة في القمة بسم الله ما شاء الله كانوا يديهم يحطوها في القصعة ويدوبوا سكر تلقاهم يعني نصف ساعة أو ربع ساعة وهم مع السكر حتى يدوب بدون بطار وجي حلوة رائعة رائعة ربي يرحمهم كام وربي يحفظ الأحياء الآن يعني فقط لما نحط وصف هكذا ونحط مقادير فسنون دوق الوصف ونذكرهم كذلك نحط القرام ونحط بالميزان وبالكاس و جيني أسئلة يقولون لا حطونا بالملعقة النهار نحط بالملعقة يقولون لا حطونا بالكاس نحط بالكاس يقولون إيش حال الساعة نقول 220 مليل نحن به فقط هنا ونحط بالكاس يقولون لا أعطينا بالميزان يعني وش نحط يعني يقول لا لازم هذا أنا نقول كمعني هي الكاس أحسن من الميزان تشوف ساعة الكاس كم وتحط الكاس تملوه كما نعمل فقط يعني أحسن عملية وتعاملوها هي بالكاس لأن الميزان مش متوفر في كل بيت الميزان مهوش متوفر في كل بيت هنا أنا رض نش أش الله على السئلة كاملة بإذن الله ونخليكم ما حصلين ولكن الحيان الساعة تكون يعني جزاج يريو يعني شوية شوفوا هنا نكمل عملتي جبت سني ونحط بعضهم كامل اللي تكون طويلة نقص فقط بالطريقة هذه شوفوا هكذا ونحط في الفورن على 180 درجة مئوية على 180 درجة مئوية ونشكل الحلوة الأخرى نعملها دوائر هي نفس العملية ولكن نعملها دوائر فقط هكذا شوفوا لسقهم كامل ونحط في الصينية الصغيرة كنت رشيتها بالفرينة وعملت من الجانب تعم هذا العقاش النجمة هذه لمستها فقط يعني وندخل الفورن كذلك على 180 درجة هنا بعد ما طاب خرج نهم كما كما ترى وجاو ولا أروا صدقوني جاو ولا أروا هكذا أحبائي كم كملت معكم الحلوة عيادي حلوة المحقن أو اللمبوت سميوها كما تحبون تكون يعني ولا وش سمي المحقن هداك أو اللمبوت حنا نسمي المحقن شوفوا حلوة دهبية بسم الله ما شاء الله ما شاء الله سميوها يجبون روعة روعة يعني حتى يعني 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 جاو تقرمش وتريع ما شاء الله يعني تكون لديك يبس ولا تكون يعني لأن فهن شاء وان شاء يعطينا الهشة تاعة هذه الحلوة وليجي رائعة 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 بعد ما كملنا الحلوة كاملة وشفتوها يعني اشوف لقطات فقط يعني عن قرب هكذا راح تعجبكم هذه الحلوة وشاء الله تطبقوها لأنها ما فيها يعني مقادر بزاف وهي اقتصادية اه نروحوا ان شاء الله هنا تطبق تقديم ونقولكم اه تهلوا في الفيديو ورب يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله ربي يتبتكم بعد ذلك بعد ما دعينا لكم دعوة صغيرة هكذا نروحوا نشوفوا حلوة كيف نقسمها وتكون يعني هشة وتكون بسم الله ما شاء الله تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور تبارك موديع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور فمن بركاته عقل سليم بعد ما استرحنا بالنشور هذه الجميلة الرائعة نشوف مبادئنا حبة هذه الحلوة نقسمها مع بعض شوفوا إطابة يعني لون واحد موحد في الأسفل ومن أعلى جاتها روعة 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 نقص حبة راح تشوفوا القوام وتشوفوا الهشة تشوفوا بسم الله ما شاء الله شوفوا قسمت بكل سهولة هنا تحصلت على 26 حبة 26 حبة تحلوة المحكد شوفوا روعة روعة إذن نحن باي نخليكم هنا نقولكم بارك الله وفيكم مع رصاء والسلام عليكم في وصفة قادمة إن شاء الله رب يحفظكم ويتبتكم ورزقكم بتمنوا سلام عليكم اشتركوا في القناة